اليوم ما رح نحكي انتخابات اليوم رح نحكي بشي بمس بصحتنا كلنا وصار خطر داهم عبيروت وضواحية وبما انه كلنا منتنفس نفس الهوى ومناخد زيت الدوى متل ما بتقول غنية شربة الروحانة رح نفرج اليوم مخاطر التلوث من جراء موترات الكهرباء يلي متلاي الدني ببيروت ونعرض حل جزئي قادر يخفف نسبة هالتلوث للنص تقريبا اخدت هالصورة بـ 23 شباط الماضي لما هدية العواصف والرياح وطلع لنهار ربيعي بامتياز بيّن كمية الحبيبات الخفيفة بالجو فوق بيروت من ورد وخين المولدات بأول نيسان يعني من 3-4 ايام رجعت أخدت الصورة من نفس الموقع هالشي كتير مقلك لأنه نحن قادمين على تاقس حلو ومشويب وما رح يكون فيه هوا تياخد هالحبيبات بعيد عن المدينة وكمان ما رح يكون فيه شتي بقى تيرجع ينزلن على الأرض وما أنه المولدات محصورة بأحياء بيروت حتى لو خففوا ساعات الشغل بس بعدهم عم بيكبوا كمية كبيرة من الشحتار الأسود يلي نحنا كلنا عم نتنفسه هالوضع إلو حل موقت بس ضروري وضروري أنه نعتمده من سنة 2011 أصدرت وزارة البيئة تعميم تطلب فيه تركيب شيء اسمه سايكلون سابريتر على مخرج دخان كل مولدات الكهرباء وبحزيران الماضي راجعت لجنة البيئة بتحالف وطني محافظ بيروت لقاضي مروان عبود بهالخصوص وأصدر المحافظ مذكرة بتلزم كل مشغلين المولدات ببيروت بتركيب هالقطعة هاي وعطف بالمذكرة تابعه على تعميم مزارة البيئة رح نعرض فيديو هلأ بفرجي عملية تنظيف هيدا السايكلون وقديش عنده قدرة إنه يلقط هالحبيبات ويكسفها تماط الطاير بالجو رح بتتفاجأه قديش منقدر نوفر تلوص بالجو هالسايكلون سابريتر منه عويص وفيه حيالة حداد يصنعه رح نحط بالدسكريبشن لينك لصفحتي على الفيسبوك وفيكن تسايفوا الصورة يلي بتفرج الخريطة تبع السايكلون ومقاسات تصنيع وبس تسايفوها فيكن تعطوها لصاحب المولد لحتى هو ينفزها اليوم لازم كلنا نضغط إنه هالطريقة يعتمدها كل صاحب مولد ضمن بيروت وضواحيها طلبوا من البلدية تضغط عليه وتعاقبه إذا ما نفز الكلفة ما بتتخطى الميتين أو ميتين وخمسين دولار إذا عم نحكي عمولد حجمه بين الخمسة وستين للمية وخمسين كافيئة أرخص بكتير من كلفة استشفى بحساسيات أو أمراض تنفسية أو لا سمح الله سرطان ممكن نعمل فرق تصبحوا عخير